اختار أنور عبد الرزاق البديل عن حاستي النطق والسمع التين فقدهما منذ صباه الفن كوسيلة للتعبير عما في داخله من هواجس وأفكار إبداعية صار يجسدها على شكل أعمال فنية في معرضه الشخصي الأول عرض أنور الأوحات التي اختلفت مواضعها ما بين من تحاكي بيئته وأخرى بورتريهات لشخصيات عالمية إلى جانب رموز مدينته البصر مجال الفن شدني كثيرا له فقررت الدخول إلى عالمه وأكثر اللوحات التي تستهويني الواقعية والكلاسيكية وحاليا أركز على تطوير موهبتي خصوصا وأن فقداني لحاستي النطق والسمع لم يشكل عقبة لي في مواصلة طريقي في مجال الإبداع أنور عبد الرزاق العامل في بلدية البصر بعقد مؤقت تعلم الفن بالفطرة وطور موهبته بدعم من عائلته التي تطمح بأن تراه فنانا تتحدث الناس عن لوحاته التي تمتاز بألوانها الزاهية وبلغة يغلب عليها البساطة يتحدث عبد الرزاق عن ولده أنوار وفي يوم الافتتاح شهد المعرض حضورا من قبل عشاق الفن والرسم وقد سجلوا انطباعاتهم على نحو إيجابي بما شاهدوهم اللوحات خرجت من تحت أنامل فنانا أضحت أعماله اللسان الذي ينطق به شي جميل والأجمل لما يكون صاحب هذا الإبداع أو النشاط هو شخص معاق دي طينا الرسالة يقول آني ما بيشي آني مثلكم مثل الآخرين يوم نشوف أنوار طاقة جميلة معرض ينمع عن موهبة حقيقية ورغم أنه أخذ لوحات عن بعض الصور لكن ترك انطباعة معرض أنوار عبد الرزاق احتضنه قصر الثقافة والفنون وقد أعلن عن عزمه إقامة عدد من المعارض والأنشطة الثقافية لما لديهم مواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعا لهم حقيقة نحن عندنا بعد أن يكون شخصيات أخرى من الاحتياجات الخاصة من الداون يسمون المنغوليين عندنا شخص رسام جدا رائع إن شاء الله سنقدم للمعرض هنا وأكو شخصيات أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة نحاول أن نرعاهم هذه اللوحة كانت ختام ما رسمه أنوار في معرضه شخصي الأول ليؤكد من خلالها أن الإصرار يصنع الحياة والإبداع بالنسبة للشخص فقد حاستي النطق وسامع سعد قصي الحراء مدينة البصرة